صباح السعادة صباح نور وحشتوني جدا 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 وجدا دي قوي قوي يعني اتكوا عليها قوي قوي النهاردة بأمر اللي عندنا تهنئتين اول تهنئة للأستاذ حاتم الخطيب بهانين النهاردة بعيد ميلاده 12 يناير بقولك يا أستاذ حاتم كل سنة وحضرتك طيب وعبال مليون سنة والأسرة الكريمة ان شاء الله بألف صحة وخير وبركة وعام سعيد عليكم انت فاتح السنة معنا يعني بعيد ميلادك برضو زي السماس عيد أيوب برضو المرة اللي فاتت عيد ميلاد سعيد في تهنئة عندي تانية لحنين محمد جمال برضو عيد ميلادها الشهر الده 18 يناير بس احنا قلنا نبدر شوية حدش ضامن ظروفه يعني برضو بقول لها حبيبة قلبي كل سنة وانت طيبة عايزاك تسمعي كلام بابا كلام ماما يا حنين ركزي واسمعي كلام ماما أكتر وبابا أكترين عشان الحلقة النهاردة فيها يعني حاجة كده هتعرفوها دلوقتي نبدأ حلقتنا النهاردة هي بعنوان الجنة الحقيقة هيركل لها اسم تاني بس انا شايفة ان الاسم ده الجنة مش باسم حد معين لان احنا ممكن نكون شايفين ان فيه اشخاص في حياتنا مهمين جدا جدا بس احنا مش شايفينه اساسا مش مركزين معهم رغم ان هم الجنة في الارض والجنة برضو عند ربنا وكفاية كده وندخل في الحكاية وانا اختصرتها بشكل يعني شديد جدا جدا لانها فعلا موجودة في معظم البيوت هنا المصرية ندخل بقى فيها ونقول ان حكايتنا النهاردة عن اب وام وولد وبنت طفلين الاب هنا بقى يعني زيه زي اي اب بيشتغل اكيد بيشقى اكيد بيتعب اكيد هو مش رايح يعني يهزر تمام الام حد حنين جدا على اولادها ودي طبيعة كل امهاتنا كل امهاتنا ربنا يا رب يحفظهم لكن هنا الاولاد شايفين ان ابوهم قاسي ما بيهزرش معاهم ما بيتحكش معاهم مش بيلبلهم كل طلباتهم اللي هم عايزينها من وجهة نظرهم ده احتياجي ده اللي انا عايزه او انا ده اللي انا عايزاه هم الحقيقة مش شايفين ده خالص هم شايفين ان احنا عايزين حاجات اكتر من كده او اوفاء كان بيبقى فيه بعض المشاكل بابانا عصبي بابانا بيتدايق بابانا بيعودش معانا كتير حاجات كتير قوي قوي الام هنا فعلا كده احنا هنا عليهم في احتواء جميل بينها وبينهم وهي طبعا كده بتبقى قاعدة معاهم اكتر الوقت فبيبقى فيه كده انتماء شوية للام لان انت قاعدة معانا بقى وانت بتأكلين وانت بتشربينا ولا فيه مشكلة زي ما قلت بس يمكن فعلا احنا ما بنركز في الجوهر احنا بس بصين دايما من فوق يعني دايما نبص من فوق لكن ما دخلناش المطبخ من تحت ما شفناش الموضوع بجد فهما الحقيقة من وجهة نظري انا ان هما كان فيه ظلم شديد جدا للقب المهم الاولاد يعني كبروا وفضلت رؤية موجودة انت ليك وجهة نظرك كابونا واحنا كمان لين وجهة نظرنا وفضلت الموضوع كبر بين الرؤية دي وبين الرؤية دي هو شايف القب ان هو صح وهم شايفين ان انت ما بتمتعناش او انت قاصي علينا او انت بتعملناش كذا وكذا زي فلان وزي فلان الكلام اللي هو بيحصل كل مرة جاد بقى كبره طبعا لكن الام هنا توفت يمكن ده عملهم حجز نفسي اكبر بينهم وبين الاب فالفجوة كبرت شوية بينهم وبينهم وبذات الولد لانه كان بيتعامل بندية شديدة جدا مع ابوه يعني انا مش فهمة ده ايه لكن هاشرحه لكم بعد كده فالموضوع فضل كده لغاية بقى ما هو تجوز والبنوتة تجوزت فبدأ بقى خلاص البيت فضي خلاص بقى كل واحد خد حياته وكل واحد خلاص عاش بس ما بقوش بيسألوا على ابوهم خالص هم باعوا القضية خلاص احنا بقى امينا اللي كانت بتحبنا وبتعملنا كل حاجة توفت ربنا يا رب يا رحمة ويغفر لها فخلاص احنا اللي كان لنا من الاخر مات احنا خلاص بقى هنا بيوتنا وهنا حياتنا الاب هنا بيقول هل هم صح ولا انا اللي صح طيب اه يعني انا مجهزة لهم حاجات كده طيب خلوا بالكوا بقى من حاجة كلنا كابناء نخلي بالنا منها انه ممكن ابونا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره لكن بيعمل حاجات انت ما تعرفش تعملها وما تقدرش تعملها الاب ده يا جماعة قصة كبيرة قوي خلوا بالكوا خلوا بالكوا جزمة ابوكوا اللي على الباب باب شقة باب قصر نعمة نعمة كبيرة قوي محدش هيعرفها غلما يفقدها الجزمة دي سوري في اللفظ يعني لها معنى كبير لها امان لها احتواء محدش هيقدر يجي جنبك ولا حد هيقدر يكلمك بسبب جزمة ابوك اللي هو معنى كده انه هو عايش متواجد وخلي بالكوا هو اكيد حاماكم من حاجات كتير قوي بس انتو مش مركزين انتو مش بصين غير على نفسكم دي حاجة يا طرق ابوكم بقى اللي انتو ممكن بتتهمو ما بيعمل لكوش كل حاجة هو نزلكوا شغلة صحيحة يعني لو بيعمل لكوش حاجة ده كان بخيل هو ما كانش بخيل بعليكم هو ودكوا مدارس لبسكوا اكلكوا شربكوا عايشكوا في حياة كريمة ايا كانت بقى حسب مستوى ايه المشكلة ما كل ابوهاتنا كانوا كده ايه المشكلة نزلكوا بقى تشتغلوا يعني انت يا حبيب قلبي ابنه اللي تجاوز دلوقتي هل ابوك انت تعرف اني في ناس ولادها بينزلوا في الاجازات يوفي سوبر ماركت حضرتك يا استاذة دلوقتي اللي انت سيبتي ابوكي لما تجاوزتي وما بتسأليش خلاص عليه وماشي وراخوكي ابوكي نزي الكوافر مثلا عشان تكنسي بلات المحل ده بيحصل ومش عيب بس هو ما هنكوش ما عارضكوش للموقف دي اطلاقا انتو مش واغدين بالكوا على فكرة من ده انتو عايزين تاخدوا 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 لكن ما تدوش لانكم مش هتعرفوا تدو انتو طول الوقت خدتوا ان انتو عايزين بس انا عايز انا عايز انا عايز لما نفست ليش طلبي انت هنا قب بخيل انت انا مش تعرف تتصرف انت انا مش تعرف تعمل حاجة طب وبعدين دين تدان صدقني هيحصل لك نفس الموقف صدقني هيحصل لك نفس الموقف انت فكرت ذات نفسك انت كراجل انا مش هتكلم شوي على المين انا هتكلم هنا على الراجل انت فكرت ان ابوكي اللي بيقوم الصبح ده في الشتاء زي الايام اللي احنا فيها دي وزي الرجالة دلوقتي اللي موجودين معانا في الاستوديو دول مثلا حية الناس اللي بتقوم دي الساعة خمسة من نوم وحضرتك نايم في السرير فكرت هو بيقوم لك الصبح بيعمل ايه فكرت فكرت انك ممكن يقول لك ساعدني هو ما عملش فيك كده ما هنكش هو بينزل يشتغل ويتعب ويصهر ويشقى لا كمان خد اكتر من كده ده بيستحمل كلام ناس ممكن يكونوا قمة قلة الادب عليه عشانك يا بيه وعشانك يا هانم دلوقتي اللي انت قاعدة في بيتك ومرتاحها ممكن يستحمل انه ممكن يكون فيه حد اصغر منه في السن يهينو يهينو علشان خاطركو بس هو يستحمل ويعدي وفي الاخر احنا متضايقين قوي انه يعاني جاي بقى متعصب وجاي متضايق لكن انتو معرفتوش تحت وق اساسا صحيح انا عايز اقولكو على حاجة بالنسبة لعيد الام وطبعا انا امي حبيبة قلبي وامهاتنا كل يعني كلنا يا رب يحفظهم مفيش حاجة اسمها عيد قب مخدتوش بالكم انه مفيش حاجة اسمها عيد قب هو القب ده احنا رامينه هو مستنزف فقط لغير مفيش حتى مرة نرديه مفيش مرة نعمل له عيد ميلاد ان شاء الله شوية بسكويت كده وعصير بلاش طورته يعني بلاش مش هنصرف يعني فكرت مرة تبروز له صورة فكرت مرة تحسسه بامته يا اخي فكرت مرة تحسسه بامته صدقني هيحصل لك زي ما بيحصل دلوقتي حالا لابوك هيحصل لك بس انت اشد منه فين هنا القب خلي بالكم ابوكو ما كانش بخيل ابوكو خايف انه ينكشف وده اللي كان بيحصل لكل ابقنا خايف انه ينكشف عنده نور عنده مية عنده اجار شقة عنده قتلة عنده شرب عنده حياة عنده زوجة عنده اولاد انتو كنتو فين من كل ده بتاكلوا وتشربوا وتناموا بس ده اللي انتو بتعملوه لا كمان ده احنا بننتقد بننتقد ابونا ابونا انا عايز اعرف فين التقاليد بتاعتنا فين مبدأنا فين الاب فين قمته يا جماعة ركزوا شوية ده في ناس ما عندهاش الاب يتمنوه يبقى عايش بس في وسطول حتى لو ما بيتحركش امان جزمته صدقوني امان في البيت امان في الحياة ابوك ده جنة امهتنا برضو في قراصي لكن زي ما الام جنة ابونا جنة والله انتو معارفين فعلا اينتو انا مش عايزة يعني انفعل اكتر من كده بجد لكن انا بقول لكم انتو هتعملوا النفسوكو انتو دلوقتي لو جريتوا عليه انتو بتجروا عالجنة على فكرة بتجروش عليها ومش محتاجوا في حاجة على فكرة هو عمل كل حاجة في الحياة رباكو صرف عليكو وجاوزك يا بيه وجاوزك يا هانم يلي كان بيشلكو الفلوس هو ما كانش بيشلكو النفسوه وفي الاخر ممتعش نفسو وراح قرية صحية عاش فيها وسبكو هو جاوزكو عشان ما تنكشفوش عشان ما يمدش ايدو لحد خدتو بالكو هو ما اهان نفسو واكيد ده بيحصل في مجال شغلنا كلنا ان فعلا ممكن رجالة رجالة تتهان عشانكو تتهان عشانكو وفي الاخر لما يجي تعصب شوية لأ ابونا عصبي ابونا وحش ما بيفهمناش اصلي يعني احنا لنا شخصية ليه كاراكتر هو مش قادر يفهمه مش قادر يفهمه ايه مش قادر يفهمه انتو اللي مش عارفين تحتوى حاجة انتو اللي مش فهمين انتو اللي خدتو الدنيا احنا عايزين ناخد بس ما بنديش الاب بقى اسمح لقولك ابويا انت ابويا انت الجنة انت الجنة يا ابويا وليه الشرف ان اقولك يا ابويا اللي عايز يجي عندك يجي ينور بيته البيت مفتوح لانه جاي عشان ياخد مصلحته اللي هي الجنة ولو بس على رجلك تعد معزز مكرم اللي عايز يجي لك يجي جاي المصلحته جاي عشان يكسب الجنة واللي مش عايز يجي هو حر لكن انت عملت اللي عليك وعملت دورك كويس قوي وشئيت وتعبت واكتهدت ابويا حديثك يكون فقد مع الله كلامك بس يكون مع ربنا مش مع حد مش مع حد مع ربنا بس من خلال كتابه من خلال القرآن الكريم عايز تكلم ربنا القرآن الكريم افتحه وهتكلم ربنا يقينك يكون بربنا اقوى من لسانك اقوى من لسانك اوعى تقول لحد تعاليدي انت الجنة يا ابويا انت الجنة دي حاجة فاكرين فيلم تيتا رهيبة عشان بس هرجع برضو ليهم كده الفيلم ده فيه مشهد كده طبعا هو كان فيلم الكوميدي يعني لذيذ بس فيه مشهد فيه عبرة كبيرة جدا ياريت تتفرجوا على المشهد ده لما جدته الدكتور قال له البقاء لله بقى يعني توفت رغم انها كانت قصي عليه قوي وجديدة قوي وليها سيستم وليها انظام قعد عيط وقال لولا الست دي شدت علي لولا انا تربيت لولا هي حفظتلي على فلوسي لولا انا بقيت دلوقتي الست دي كان لازم تعمل كده عشان انا ما ترباش في الشارع الست دي كان لازم تعمل فيها كده كان لازم تبقى جديدة علي كان لازم تحسسني بقيمة الحياة هو قاعد يعيط لانه حسن فقدها هو احنا مستنين ايه مستنين اما نفقد ابونا هو احنا ليه مش فاهمين فعلا رجالة صح ليه ما بنتبطبش عليهم فعلا منتظرين ايه اكتر من كده زي ما قلتلكم حكاياتنا دي بتحصل في اماكن كتيرة قوي طبعا مع اختلاف الابطال ممكن هنا مرة يكون الامة ممكن يكون الاب وهكذا يعني سلامي ليكي ابويا سلامي ليكي ابويا يا لتعد وشئت وربيت وخففت لما كان حد بيتعب انت اللي بتصرف عليه وانت اللي بتعمل كل حاجة والام فقراسي مش هقول حاجة لكن الاب ليه دور يا جماعة والزوجة لازم توضح دوري الاب لازم الاب ده جنة من وجهة نظري انا جنة ابويا حبيبي سندي سلامي ليكي ابويا عايش معزز مكرم اللي عايز يدخل بيتك يتفضل واللي مش عايز ما يدخلش زي ما قلتلك اللي هيدخل بيتك هيدخل الجنة رضا ربنا انت بيتك ده رضا ربنا حبيب قلبي ابويا ما تزعلش انت حملت فعلا اللي عليك هم لسها قدامهم كتير عشان يعرفوا يعملوا جزء من اللي انت عملته ويا رب يعرفوا يعملوه حبيب قلبي الحياة قصيرة احنا فهمنا غلط انت ما كنتش عايز تكشفنا انت ما كنتش عايز تفضحنا انت ما كنتش عايز تمدي ايدك وتشهت علينا انت ولا كنت حرامي ولا كنت تاجي المخدرات انت كنت راجل شقيان ورجل تعبان ابويا اللي في الحلقة حبيبي ربنا يا رب يديك الصحة وزي ما قلتلك يقينك بالله الحمد لله على الحلقة ديت بوزة اعصابي وكسرتها جامد جدا فاصل وارجع بضيفي الاساز احمد البنوي استنوني